أعزاء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد بعنوان علم الوراثة وذلك من دروس الصفة الثالثة لإعداد الجزء الثاني شاهدوا معي هذه الصورة لنلاحظ معا هذه الصورة صورة أب مع أبناءه هل يوجد تشابه بين أفراد هذه العائلة؟ وضح ذلك لنعطي ثانية من وقتكم لتفكروا معي انتهت الثانية لنلاحظ هنا الأب مع أبناءه قد يتشابهون في بعض الصفات ومثال على ذلك مثلا الابتسامة مثلا نلاحظ أنف الأب مع أبناءه أيضا متشابهة كثافة الشعر أيضا كذلك شكل الأذن في درسنا لهذا اليوم سنفسر كيف تورث الصفات من الآباء إلى الأبناء سنستخدم مربع بانيت لتوقع نتائج التزاوج سنميز بين الطرز الجينية والطرز المظهرية ترى ما هو علم الوراثة؟ علم الوراثة هو العلم الذي يبحث في كيفية انتقال الصفات الوراثية وتفاعلها فيما بينها وتفسيرها إذ أنه علم يحتم بتفسير انتقال الصفات الوراثية في حين أن الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء جريجور مندل هو مؤسس علم الوراثة راهب وعالم نمساوي في الرياضيات والعلوم أجرى مندل تجاربه على نبات البازلة بدأ اهتمام مندل بالنبات منذ طفولته حيث كان بإمكانه توقع أنواع الأزهار والثمار التي يمكن الحصول عليها عند تلقيح النباتات لابد لنا وأن نربط بالمعرفة السابقة وبالتعلم اللاحق نلاحظ هنا أن معظم صفات الإنسان ومنها لون الشعر والطول تعتمد على البروتينات التي تصنعها الخلايا المكونة للجسم لنلاحظ هنا تركيب النواة في الخلية لنفهم ما ذكر هنا نلاحظ أن هناك تركيب يوجد داخل النواة يطلق عليه الكروموسوم والكروموسوم يتكون من سلسلة طويلة من الدي ان اي كما نلاحظ هنا ملفوفة حول بروتينات لاحظوا معي هنا أن هذه السلسلة من الدي ان اي ملفوفة حول بروتينات من المسؤول عن تكوين تلك البروتينات المسؤول عن تكوين تلك البروتينات هو الجين ما المقصود بالجين الجين هو جزء من الدي ان اي المكون للكروموسوم كما ذكرنا سابقا فالجين هو جزء من الدي ان اي المكون للكروموسوم والمسؤول عن تصنيع البروتين وانتقال الصفات الوراثية فعلي أن أركز هنا على أن المسؤول عن تكوين البروتين وانتقال الصفات الوراثية هو الجين لاحظوا معي في الرسم الذي امامكم الرسم الذي امامكم يوضح بعض الجينات التي تم تحديدها على الكروموسوم سبعة في جسم الانسان فلو نلاحظ هنا وجود جينات مسؤولة عن امراض معينة في جسم الانسان اذ ان الجين هنا الجين هنا مسؤول عن الصفات الوراثية وقد تكون من ضمن هذه الصفات الامراض ما الذي يتحكم في الصفات الوراثية؟ تتحكم الجينات المحمولة على الكروموسومات في شكل المخلوق ووظائفه نركز هنا الذي يتحكم في شكل المخلوق ووظائفه الجينات فنلاحظ هنا في هذا الشكل وجود صورة تمثل لنا الجينات المتقابلة فيا ترى ما المقصود بالجينات المتقابلة؟ او بمعنى علمي اخر او مفهوم علمي اخر الاليل الجينات المتقابلة هي ازواج الجينات المسؤولة عن صفة ما فلو نلاحظ هنا وجود كروموسومان متقابلة احدهما اتى من الاب والاخر اتى من الام يوجد على الكروموسومة الاول جين مسؤول عن لون الزهرة البنفسجي هذا الجين مسؤول عن صفة اللون في الزهرة اما بالنسبة الى الكروموسوم الثاني فيوجد عليه جين مسؤول عن اللون الابيض فبالتالي كون لنا تقابل بين الجينات وهو ما يطلق عليه بالأليل ازواج الجينات المسؤولة عن صفة ما وهي صفة اللون في الزهرة نريد الآن ان نوضح من خلال هذا الرسم كيف تنتقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء ولتوضيح مفهوم الجينات المتقابلة نلاحظ هذا المثل في هذا المثال يوضح لنا رمز الى الجين المسؤول عن وجود غمازات حيث يمثل بالحرف دي كابيتل وللجين المسؤول عن عدم وجود غمازات حيث يمثل بدي سمول كما نلاحظه هنا في الشكل اذ ان الذكر في الخلية التناسلية الذكرية يوجد لنا كروموسوم كالتالي موجود على هذا الكروموسوم صفة وجود الغمازات وهي تمثل بدي كابيتل اما بالنسبة الى الانثى فيوجد ايضا على الكروموسوم جينان يمثلان عدم وجود غمازات في الانثى اثناء عملية الانقسام المنصب ستنفصل الكروموسومات المتضاعفة خلال هذا الانقسام لتنتج لنا حيوان منوي يحوي على جين واحد من الصفة الموجودة في الخلايا التناسلية الذكرية وكذلك ايضا بالنسبة الى الانثى يوجد جين فقط واحد على الكروموسوم ففي اثناء عملية الاخصاب يلتقي حيوان منوي مع بويضة مع بويضة ليشكل لنا جينان متقابلان دي كابيتل دي سمول في البويضة المخصبة فنلاحظ هنا ان خيطال كروماتيدان التقيا من التقاء حيوان منوي وبويضة ليوجد لنا الجينات المتقابلة الدي كابيتل والدي سمول اي هنا تقابلت صفة وجود الغمازات وذلك بصورة غير نقية اي ان من خلال هذا البتال الجينات المتقابلة تتوزع للصفة الوراثية خلال الانقسام المنصف امامنا هنا التجارب التي قام بها مندل على نبات البازلة فقام مندل بتلقيح نبات طويل الساق بنبات قصير الساق فوجد ان جميع افراد الجيل الاول ظهرت لنا طويلة الساق اما الصفة المتنحية لا تظهر في افراد الجيل الاول والصفة المتنحية هنا هي صفة قصر الساق كذلك قام بتلقيح نبات البازلة من افراد الجيل الاول لينتج له افراد الجيل الثاني كالتالي وجد له هنا ثلاث نباتات يتميزون بطول الساق ونباتا واحدا قصير الساق اي انه الصفة المتنحية يمكن ان تظهر في افراد الجيل الثاني كرر مندل تجاربه على صفات مختلفة والنتيجة كانت واحدة ظهور الصفة السائدة في الجيل الاول وظهور الصفة معا في الجيل الثاني بنسبة ثلاثة الى واحد كما نلاحظ هنا في تلقيح زهرة باللون البنفسجي مع زهرة باللون الابيض اذ ان افراد الجيل الاول ظهرت عليه صفة السائدة وهي اللون البنفسجي اما افراد الجيل الثاني فقد ظهرت لنا تلك النسبة ثلاثة من اللون البنفسجي السائد ولون واحد وهو الابيض وهي الصفة المتنحية فالصفة السائدة هي الصفة التي تخفي الصفة المقابلة لها في حين ان الصفة المتنحية هي الصفة التي تختفي ولا تظهر امام الصفة السائدة كما لاحظنا هنا في تجارب مندل حينما لقح ساق طويل بساق قصير الصفة السائدة هي الطول فهي التي ظهرت في الجيل الاول في حين ان صفة القصر وهي الصفة المتنحية لم تظهر في الجيل الاول اي اختفت امام الصفة السائدة في هذا الجدول يوضح لنا بعض الصفات السائدة والصفات المتنحية فثني اللسان وشحمة الاذن الحرة وعدم القدرة على ثني الابهام هي الصفات السائدة اما عدم القدرة على ثني اللسان وشحمة الاذن الملتحمة وثني الابهام تعتبر صفات متنحية فالصفات الوراثية لها اقسم القسم الاول صفة سائدة القسم الثاني صفة متنحية الصفة السائدة لها انواع نقي او حجين ويقصد به الصفة السائدة النقية اي متماثل الجينات اي تي كابتل تي كابتل اما حجين يقصد به غير متماثل الجينات اي تي كابتل تي سمول تي كابتل تي كابتل تي كابتل وتي كابتل تي سمول يطلق عليها بالطرز الجينية تي كابتل تي كابتل يقصد به صفة الطول وهو الطراز المظهري كذلك ايضا تي كابتل تي سمول ايضا طويل لانها صفة سائدة فالطراز المظهري ايضا هنا لطراز هذا الجيني هو الطول اما الصفة المتنحية تكون نقية وهي تمثل طراز جيني تي سمول تي سمول فالطراز المظهري لذلك القصر ماذا يقصد بمربع بانيت مربع بانيت هو طريقة سهلة لتوقع النتائج بناء على الطرز الجينية للأبوين فما المقصود بالطرز الجينية مرة اخرى الطرز الجينية هي شفرة وراثية التي يمتلكها المخلوق الحي لصفة محددة او لصفات جميعها حيث يستخدم الحرف الكبير للتعبير عن الجين السائد مثلا تي كابيتل بينما يستخدم الحرف الصغير للتعبير عن الجين المتنحي تي سمول الطرز المظهرية هي الصفات التي تظهر على المخلوق الحي وسلوكه كما نلاحظ هنا الطرز المظهرية للون الأزهار في نبات فم السمكة هو اللون الأحمر نقي الصفة مفهوم لتماثل الجينات المتقابلة للصفة الوراثية الواحدة في حينما هجين الصفة هي عدم تماثل الجينات المتقابلة للصفة الوراثية كما هو الشكل في الجينات المتقابلة للأزهار نلاحظ هنا اللون الأرجواني يقابل اللون الأبيض فهنا تكون الصفة حجينة أي عدم تماثل الجينات المتقابلة جدوى المبادئ الوراثة يلخص لنا كل ما توصل له مندل وهي كالتالي تتحكم الجينات المتقابلة المحمولة على الكروموسومات في الصفة الوراثية ويكون تأثير تلك الجينات إما سائدا أو متنحيا عندما تنفصل الكروموسومات خلال الانقسام المنصف فإن الجينات المتقابلة للصفة الواحدة تنفصل بحيث يتحرك واحدا منها لكل خلية جنسية جديدة الرجاء أعزاء طلب إحضار ورقة وقلم لحل أسئلة حول توارث الصفات في هذا السؤال تعد صفة اللون الأسود للفراء في الأرانب صفة سائدة أي تمثل بي كابتل على صفة اللون البني للفراء وتمثل بي سمول صفة متنحية فإذا حدث تزاوج بين ذكر أرنب طرازه الجيني بي كابتل بي سمول من أنثى طرازها الجيني بي كابتل بي سمول أجب عن الأسئلة التالية ما الطراز المظهري للأبوين؟ نلاحظ الأب ذكر الأرنب أولا ذكر الأرنب بي كابتل بي سمول فما الطراز المظهري هنا بما أن البي تعتبر صفة سائدة وهي تمثل صفة اللون الأسود للفراء فسيكون ذكر الأرنب هنا لون الفراء له أسود أما بالنسبة إلى أنثى الأرنب أيضا نلاحظ هنا طرازها الجيني بي كابتل بي سمول أيضا سيكون لون الفراء أيضا أسود في السؤال الثاني حدد الطرزة الجينية للجيل الناتج بكتابتها بالجدول المجاور فسنقوم بوضع ذكر الأرنب الذكر هنا والأنثى هنا نضع هنا بي كابتل بي سمول بي كابتل بي سمول نقوم بعمل تزاوج بي كابتل بي كابتل بي سمول لا بد من وضع الحرف الكابتل قبل السمول أيضا هنا بي كابتل بي سمول وهنا بي سمول بي سمول فما الطرز المظهرية للجيل الناتج؟ هذا هو الجيل الناتج كما نلاحظه هذا هو الجيل الناتج ما الطراز المظهري؟ ما الذي نشاهده؟ نشاهد هنا بأن الصفة السائدة هي التي موجودة هنا في بي كابتل بي كابتل فنلاحظ هنا أن الطراز المظهري فراء لونه أسود وهنا بي سمول بي سمول فراء لونه مني نريد الآن أن نظهر نسبة الأرانب ذات الفراء الأسود إلى ذات الفراء البني فنلاحظ كل جزء في المربع يمثل نسبة 25% فسيكون لنا هنا 75% فراء أسود و 25% فقط فراء بني عزيزي الطالب أمامك QR كود وذلك لإجابات أسئلة الكتاب الوحدة الرابعة والخامسة والسادسة أرجاء إحضار التليفون ومسح هذا الـ QR كود لتحصلوا على إجابات أسئلة الكتاب مع تمنياتي لكم القلبية بالنجاح والتوفيق ومع السلامة